نبوات عديدة نقول عن بعض الشعوب وبعض الملوك اللي تكلم عنهم الكتاب المخصص البعض القليل القليل مثلا نتكلم عن أريحة نبوة إشعياء عن خراب بابل نبوة إرمية عن سبي الشعب اليهودي نبوة إشعياء عن انتصار كورش وذكر اسمه كورش من قبل أن يأتي كورش أو قبل أن تأتي المملكة الفارسية علشان تسود العالم في ذلك الوقت عودة اليهود من السبي نبوة حسقيال عن خراب صور وعدم قيامها مرة أخرى دانيال التكلم وتنبع عن ظهور الإسكندر الأكبر وفتحاته وموته وانقسام المملكة بتاعته ودانيال عندما مات كان في مملكة فارس مملكة فارس كان في تسود العالم مملكة اليونان لم تكن تظهر بعد وكتب عن هذه التفاصيل لأن الله يرى المستقبل وفعلا انقسمت لأربع أقسام بيكمل عن قسمين المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية البطالصة والسلقيين اللي كانوا بيتحاربوا يعني بالتفاصيل فعلا في نبوة دانيال بعد كده العهد ده في العهد القديم هل العهد الجديد فيه نبوات؟ طبعا طبعا يعني المسيح تكلم عن خراب أرشاليم قبل ما تخرب بأربعين سنة وبعدين لما حدث خراب أرشاليم الناس أخذوا بالهم قال له ده فعلا المسيح تكلم عن هذا تكلم عن خراب كرزين وخراب بيت صيدة وكفر نحوم والمدن دي زالت تماما وزيلت تماما في القرن الرابع الميلادي وحدة العهد القديم والعهد الجديد شديدة جدا متربطين جدا لدرجة أنه كلمة تقال في العهد القديم وتتحقق في العهد الجديد وكتبت في العهد القديم مئات السنين قبل أن يأتي شخص آخر يكتب عن تحقيقها ولم يرى الشخص الذي تكلم عنها لم يرى الشخص الذي تكلم عن النبوة لكنه أرى النبوة وكتب أنه فعلا تحققت هذه النبوة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة